حلقة جديدة اليوم فيديو عن الابراج اليوم هي نتكلم عن الابراج الأكثر سيطرة الابراج اللي لديهم حب للسيطرة غير Lew avonsствен also � livre قلوني انتو سمعينة كويس عشان بس عرفوني بس يسمع عرفوني اذا كان الصوت واضح ولا لا عشان السماع جديداي يا جماعة هنتكلم من هما الابراج الذين يحبون السيطرة الذين يحبون السيطرة أكثر شيئا تعتبر أبراج هو أمرس والدي زوجة أمر سيطرة فقالها فوق تفعل فيديو قبل أن تخرج من أمرس الأبراج أكران الأبراج الأكثر سيطرة بيحبون يماشوا كلامهم بيحبوا يكونوا دائماً لا يحبونوا دائماً بيحبوا يعملوا اللي عايزينه فقط لغير يعني اللي في دماغهم هو هذا اللي هيعملوا أكبر انا هقولكو اكتر سبع ابراج عندهم هوس للسيطرة سواء كانوا رجالة او ستات وانتو لو بتتعاملوا معهاهم لازم تنتبهوا للنقطة دي لان النقطة دي عندهم خط احمر في العلاقات يعني انت لو مش هتديهم روموت كنترول او التحكم في حياتك ازا فهم هيبتعدوا عنك ومش هيبقوا حابين ان هما يبقوا موجودين في حياتك طيب مين هما اكتر سبع ابراج موسيطرة طيب هيجي عندنا طبعا بلا منازع البرج الاسد برج الاسد من البراج اللي طبعا بيعشق السيطرة يعني هو بيحب يبقى رقم واحد في حياة الشخص اللي هو معا بيحب دايما ان هو يسيطر على كل حاجة في حياتك يعني انت لو مرتبط ابراج الاسد لون المانيكيري اللي انت هتحطيه هيدخل فيه هيبقى عايز يجعر في خارجة امتا وجاية امتا ورحا فين وبتكلمي مع مين ومين صحابك وصحابك ليه اصلا وتعرفيهم من امتا وازاي وعايزة وممكن يجي قولك علاقتك بيهم ما تعرفيهم شي تاني يعني هو برج الاسد من الابراج التي تعشق السيطرة عندهم السيطرة اسلوب حياة يعني فانت لو مرتبطة او انت مرتبط بست برج الاسد اعرف ان هو هيحاول ان هو يعمل عليك حزرة جوال كده هيعمل عليك زي كردان كده اللي هو ايه هيحوط عليك من كل حتة لانه هم مش هيبقى حابب ان فيه حاجة تخرج برا سيطرته طيب بعد برج الاسد هيجي عندنا برج ترابي وهو برجي هتكلم عن نفسي برج العزراء برج العزراء من الابراج اللي عاشقها للسيطرة مع ان انت ممكن تحسه في البداية كده لطيف وجميل وحلو قوي ومش بيسيطري لانه هادي ما بيتكلمش كتير فبالتالي انت هتعتقد ان برج العزراء ده مش هيبقى من هوات السيطرة لانه هو مش هيبقى حابب كده في البداية او يعني مش هيبان عليه في البداية لانه هادي الا ان انت لما ترتبط برج العزراء او ترتبط بمرأة العزراء دي ناس يعني مسيطرين لاقصى درجة حتى لو مش بان عليهم حتى لو مش بان عليهم لسهما حب السيطرة ده عندهم مزاج وعندهم يعني ايه اسلوب حياة يعني هم ابراج مسيطرة جدا 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 وبرج العزراء يا جماعة انا بحب دائما انا ماشي كلامي حتى لو انا شايف انه كلامي غلط بس انا مش حد يماشي كلامه عليا انا عندي مشكلة في الحتة دي يعني كلامي هو اللي هيمشي يعني هو اللي هيمشي وبسمع كتير يعني العزراء هيسمعك وحلوة جدا وطلع كل اللي في طاقتك وتكلم قول انت عايزه برختك بس في الاخر كلامي او دماغي هي اللي هتمشي ففي الاخر هو عانيت برضو فما بيسمعش غير كلام عقله فبالتالي هو شخص يعني عنده هوس السيطرة طيب نيجي بعد كده عندنا من الابراج برضو هيجي برج ناري وهو مسيطر جدا 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 هو برج الحمل برج الحمل يا جماعة مسيطر الى اقصى درجة بيحب يسطر على كل حاجة بيحب يسطر على مقاليد الامور بيحب ياخد الليد او بيحب ياخد المريسة بيحب ياخد درع القيادة يعني هو من لو ما خدش درع القيادة حس ان هو ايه ده زي وزي الاسد هما الابراج النارية دايما عندهم هواس السيطرة لان عندهم قدرة قوية جدا جدا على القيادة طيب بعد كده يبقى الحمل من الابراج المسيطر خاصة الرجل للحمل يعني وستة الحمل كمان هما الاتنين يعني انتي لو ارتبطي برج برج الحمل اعرفي ان هو هيبقى عايز عايز يعرف انتي خارجة وفين ومع مين وليه وحتاكله ايه وعايز يعني يبقى عارف كل كل التفاصيل اللي بتدور في يومك لو هو ما عملش كده اعرفي ان هو مش بيحبك لان الحمل من الابراج اللي بتحب بتسيطر على كل حاجة في حياة الشخص اللي بتحبه او الشخص القريب منه او الشخص اللي موجودة في حياته لو هو ما عملش كده اعرف ان انت مش مهم بالنسباله مش مش طيب فدولة هما من الابراج اللي لازم تنتبهوا كويس قوي اني دي ابراج مساطر اجمعان قولولي تاختي اذا كنتوا بتتطفقوا معي ولا عندوجه وجهة نظر اخرى نكمل معلش عمر كان بيقولي حاجة في ودني انا انتوا عارفين بقى انتم صغور بعمر واياني واحد عايش معنا في القديم يجي بعد كده عندنا برج من الابراج الترابية هو برج التور برج التور عندما تذكر برج التور يتذكر السيطرة يعني هو امير السيطرة ملك السيطرة ملكة السيطرة هو شخص شخصيته قوية عنده شخصية قيادية بيحب يمسك زمام الامور هو اصلا مش بيبقى عايز يعمل كده هو بطبيعته بيعمل كده فبرج التور من الابراج المسيطرة جدا يعني بيحب يسطر ويتحكم ويقود حتى لو هو ما بينش عليه ان هو عايز يعمل كده بس هو فعلا بيعمل كده وبيعرف يعمل كده بنجاح باهر جدا جدا يعني هو بيعرف يسيطر وبيحب يسيطر وهو مسيطر جدا لدرجة ان هو هيدخل في كل تفاصيل حياتك لو انت مرتبط بحد من برج التور هيبقى لا وهو حساس يعني انت لو مدخلتوش في تفاصيل 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 حياتك هيزعل وهيتقمس وهيتخانق معاك وهيبقى عنده مشكلة كبيرة جدا 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 طيب بعد كده هيدخل عندنا برج برضو ترابي وانا هنتبر one of the top هو برج الجدي برج الجدي من اكتر اكتر الابراج اللي لو دخلت حياتك هو عايز يعني يحطك في مكان ويقفل عليك كده انت بقيت officially ملكه بقيت officially تابعه بقيت officially بتاعه فبالتالي هو عايز يقفل عليك ويقفل عليك كل المقاليد وانت تبقى تحت سيطرته تحت حكمه تحت برج الجدي لو انت ما دتلوش السيطرة او ما هدتهوش مقاليد السيطرة ممكن يبعد عنك وممكن يقرر ان هو مش عايز مش عايزك لان هو السيطرة ده اسلوب حياته هو بيحب يسيطر على كل حاجة على شغلك ويحب يكون رقم واحد في حياتك يبقى احنا كده خلينا نكون متفقين ان الابراج الترابية كلها ابراج مسيطرة والابراج النارية برضو ابراج مسيطرة طيب هندخل بعد كده عندنا على برج العرب برج العرب يعتبر ملك السيطرة ملك التسلط برج العرب لما بيدخل في حيات اي حد او حتى لو باباكي او اخوكي يا عمر في تفضل طيب بعد كده يا جماعة برج العرب انا هعتبره من اكتر اكتر الابراج اللي عندها عشق للسيطرة وهم الابراج المسيطرة جدا وبردو لما بيدخل في حيات حد بيبقى عارف يارف كل كل حاجة عنك وبيحب التفاصيل جدا بيكره الغموض مع انه غامض يعني العرب غامض جدا جدا بس ما بيحبش حد يكون غامض موجود في حياته فبرج العرب من الابراج اللي لو لقيتها غامض هتبعد عنك ومش هتبقى حبة وجودها في حياتك لان هو عايز تبقى انت كتاب مفتوح قدامك بالرغم ان هو مش هيكون كتاب مفتوح قدامك تعالوا نكرر تاني مين هم اكتر الابراج يبقى احنا قولنا طور وجدي وعذراء اوكي بعد كده قولنا عارف بعد كده قولنا اسد وحمل دولة اكتر سبع ابراج عندهم عشق والا للسيطرة طيب لو انا هقول احنا الابراج الابراج الهوائية مش ابراج متسلطة خالص وكمان الابراج المائية تعتبر فلكسبل اللي هما رومانسيين اكتر اما الابراج الترابية والابراج النوارد يجب وريه يا جماعة يعني قمبلة سيطرة وتسلط هتتفتح فشوكم والابراج دي انت لو مدتهنés لهمش مقاليد السيطرة في حياتكو انا مشهور يقرروا البعد يعني هم ممكن يسيبوا حد علشان هم مش مدين لهم كل رموت الكنترول او حب السيطرة يعني ما بدهمش رموت الكنترول هو يسيطر في حياتهم طيب بذكركم يا جماعة بحبوكو جدا جدا عايزاكم تقولولي انت بتتفقوا معايا ولا لأ قولولي بتتفرجوا علي من فين وقولولي انت برج ايه يا سمحنا الحلقة مين اكتر ثلاث ابراج مسيطرة اتعملتوا معاهم في حياتكو يعني مين اكتر ثلاث ابراج مسيطرة انا كراش هختار برج العقرب هختار برج الاسد وهختار برج العقرب واسد والجدي دولة اكتر ثلاث ابراج مسيطرين اتعملت معاهم في حياتي وممكن احقول طور كمان يعني دولة الطاب فور يعني دولة اللي هم يعني انت هتحس بالموضوع وانت لو مدتلهمش شي يعني هم حساسين دي تبقى مشكلة كبيرة الى كل حاجة في حياتك عايزين يعرفوا كل حاجة في حياتك عايزين يبقى هم اللى بيعاخدو قرارات عايزين هما يبقى هما صنعي القرارات في حياتك ولو ما عملتش كده ممكن يقرروا ان هما يبعدوا عنك او يقرروا ان هما مش عايزين يكملوا معاك في حياتك فيعني لو انت مش مرتبط او مرتبط بالشخة اشخاص دي لازم تعرف ان دي صفا اساسية هتكون موجودة ما بينكم ودى ممكن تكون سبب في المشاكل فلازم تتقلب معهم طب في حد بيقول لي مين بعدهم؟ بعدهم هيبقى برج القوس طبعا يعني بعد السبع يعني برج رقم 8 هيبقى برج القوس طيب اه طيب بس انا بشوف ان السيطرة دي حاجة حلوة بس لما بتزداد عن حدها اكيد بتدايق ناس كتير جدا او بتبقى يعني صعبة شوية اه فأنا كمان انا 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 متسلطة بس انا بحاول ان انا انا مناجر موضوع ده فيا يعني انا بحب امشي رأيه بحب اعرف كل حاجة قدامي بحب ان انا او انا بسق في رأيي فبحث دايما ان انا لما ااجي اقول رأيي فاشا في كلامي فعشان كده بحب ان انا اقبر عنه بحليل الموضوع كده وحاول ان عارفة كل الامور اللي حواليه الموضوع فبقى شايفا وجهة نظري صحة بس اكيد تسلط الاوور او الحاجة الزيادة بتبقى صفة مش لطيفة وممكن ممكن تدايق الناس منك فحاولوا ان انتو تمنجوا الموضوع ده اللي ان هي صفة زيادتها عن الحد ممكن تعمل مشاكل كتير جدا مع البرتنر او مع شريك حياتك طيب انا عايزايكو بقى دلوقتي تقولولي مين اكتر ثلاث ابراج اتعاملتوا معاهم سواء ام ستات او رجالة وقولولي هل انت عرفتوا بتعرفتوا تتعاملوا مع الشخص المتسلط او اللي هو عنده عشقة للسيطرة ولا لا شكرا بحبوكو جدا جدا اشوفكو فيديو تاني مع السلامة وباي باي ومستنيع اعرف رأيكو وقولولي يا جماعة تفرج عليهم فين انتو بورج ايه تحبوا كمان نرتب العبراج الاكتر المرة الجاية في ايه يعني هنرتبهم المرة الجاية ايه في حد بيقول لي مين اكتر بورج انت تعملتي معهم انا زي ما بقول عقرب اسد وعقرب واسد وجد ولو حط حد بعديهم هيبقى تور وبعديهم حمل يعني انا برتبهم بعديهم عزراء بعديهم كده يعني شكرا بحبوكو جدا 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 احلى جمهور في الدنيا قولولي تفرج عليهم فين انتو بورجي قولولي رأيكو بجد محتاج اعرف مين اكتر ثلاثة ابراج متسلطة اتعملت واحدة في حياتكو باي